نظمت جامعة طنطا قافلة طبية كبرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى قرية كافر ششتا مركز زفتا بمحافظة الغربية وذلك لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وقال رئيس جامعة طنطا محمود زكي إن هذه قوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء اشتركوا في القناة